ربما صوفيان نقول أنه نفس المشكلة ربما أنا نعانيه معك سارة لأنه غير تتزوجي يبدو لك آه واشكيش بيبي هو قرار ما بين المرأة أو زوجة تاحة بلك ما عندهم شليموايان بلك ما زال مقررواش أنهم يجيب وطفول شي شرط لازم ندخله في خصوصيات الإنسان خاصة ربما الناس اللي موجودين يعني على المواقع يعني إنسان مشهور يبدو يطيحوا عليه لا لا علاش بس كنت أعطيت ناحياتك واريت ناحياتك لازم تزيد حكينا على كيفاش أسكيكين حمل ولا ماكاش أنا نشوفه هذا أمر شخصي ما لازمش يدخله فيه في بعض الأحيان يجرحوا أنا كنت تلقيت يعني تعليق في يوم زوجتيعي إيماجين جاني الحقني مستشقوجة مستشقك حليت هذه الرسالة تزوجتي في سن 35 سنة زيري في بالك بالي مكشحة جيبي دراري يا الله كوني متأكدة أنك في يوم زفافي وأنا في ساعاتي كلها أنا فرحانة أكي فرحانة أكي مخلوعة علي تزوجتي 35 سنة ديري في بالك بالي مجيبي دراري فكي الناس ما تديرش على هذوك الانتقادات تشوف فيها بصح مني عندك شغل تأثر تقولي أنا حابة ندخل في جسم هذا الإنسان وفي عقله وفي قلبه كيفاش يخمم بش يجرح إنسان بالرغم أنه يعني للإنسان المؤمن كان عدة صور في القرآن لسيدنا زكريا وقتاش ربي صحانه ورزقه صح في الكبر ما رزقوش في الصغار كبر عاديا صح فما هي دخلة لا في الإيمان لا في الإسلام لا في المسيحي اللي في حتى عفصان دخلة في الإنسان المريض كيفاش يخمم هاد التخمم فربما نلحقه مش يعيب أنه نتكفلوا بإنسان أو يتيم أو ابن أخ أو حتى إنسان بعيد لكن توجوغ يقولون أن هذه الكلمة أحد تكبريه وتعيير وكأنه يفشلك وراح تتربيه وتكبريه وكذا ويدور عليك رح يخليك في يومي الأيام فكيفاش ربما نقول للأم هذه كيفاش يعني تتعالج نفسها ولا تحمي نفسها من المجتمع الأم اللي تكفلت بيرلفلو حبة تربيه أنا نقول بلي شي حاجة مهمة لازم نركزوا عليها أن الأمومة ما هيش أمومة بيولوجية برك كان أمومة نفسية أقوى من الأمومة البيولوجية بسكو كان أم تولد وترمي ما تربي مع لبلها كما لرهم يديروا والأمومة النفسية أقوى وأرقى أمومة كاينة لأنه مشاعرك وحاسيسك والحب اللي عندك كله لك حتحطيه في هذك الطفل الأم اللي تربي ماشي اللي تجيل ماشي اللي تولد جثمه هذا الأم اللي قررت في يومين ما أنها هذك الحب كله تمد لطفل تتكفلوا به بينها وبين ربي سبحانه لأنه هذه حاجة كبيرة رهي ضامن مكانها في الجنة لا أظن سمية أن هذه المرأة محتاجة باش نقوله لها كيف تديري لأنه أصلا بدايتها رهي اتصالها مع ربي سبحانه أنا مهمتي في هذا الإنسان أنه نربيه نطيله الحب نطيله كل وشن والرعاية والمحبة كلها والتربية لأجل الله سبحانه وتعالى لأني متعلقة بربي سبحانه يعني لا يهمني أي واحد وأي كلمة أنبو سبحا تقسني متفضلي أنها تصارح وأنها أمو غير بيولوجيا في سن معين مشي في سن الأول يعني نقوله زعمة من عام ملي زاد حتى العشر سنوات مشي مهم لأنه لا يفرق بين الخير والشر بين الخطأ والصواب مشي حيفهمها أنا نقول من بداية 12 سنة نبدأ ونفهمه الطفل هذا العائلة تحبه وتحافظ عليه وراه في كنفها هذه هي